بالتأكيد الجيش العراقي يحتفل بعيدة الثاني بعد المئة وهذا يعتبر تاريخ كبير وتاريخ فيه كثير من البطولات والإنجازات والإمكانيات وآخرها هو تنظيم داعش الإرهابي والحرب التي شنت على المؤسسة العسكرية من خلال هذا التنظيم الإرهابي والذي استطعنا خلال ثلاث سنوات ونصف أن نحرر العراق ونقسم ظهر الإرهاب إلى حد يومنا هذا وكانت آخره فهذا سنة 2022 اللي كانت الحقيقة حافلة بالإنجازات من خلال استهدافنا لقيادات التنظيم وملاحقتنا ولذلك نحن نعتقد بأنه المؤسسة العسكرية الآن ارتقت إلى مستويات أعلى مؤسسة العسكرية الآن بدأت في إمكانيات وقدرات الحقيقة متطورة جدا هذه تعتمد على التسديح تعتمد على التدريب تعتمد على الرؤية تخطيط التقديرات الموقف وأيضا التخطيط المستقبلي ولذلك نحن نعتقد بأنه الآن جيشنا بإمكانياته وقدراته قادر على حماية البلد وحدود البلد قادر على حماية شعبه وقادر على حماية أيضا ثروات البلد وأهداف الحيوية نعم تفضل علي طيب يعني مسألة مهمة دائما ما يحرص عليها الجيش العراقي خصوصا في ذكرى التأسيس وهي تكريم عوائل الشهداء تكريم الجرحة إبراز هذه الشريحة التي كان لها الدور الكبير فيما نحن عليه الآن من أمان من تحرر للأراضي التي كانت مختصبة يعني أكيد الجرحة والشهداء هم الحقيقة الذين صنعوا النصر ويصنعون النصر وبدماء الشهداء استطعنا من خلال ذلك أن نحرر أرضنا وكذلك أن نكتب التاريخ بحروف من دم وبأرواح الشهداء لذلك نحن نعتقد بأنه الاهتمام بالشهداء والاهتمام بالجرحة والاهتمام بعوائلهم وتكريمهم والاعتناء بكل ما يحتاجه هو من أهم أولويات المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية الآن تقوم بعمل كثير لعوائل الشهداء ولعوائل الجرحة وإن شاء الله هناك الكثير وخصوصا القائد العام للقوات المسلحة أكد على هذا الموضوع وأكد على اهتمام بالعوائل الشهداء وبكذلك بالجرحة وأكد حتى على الاهتمام بالمؤسسة العسكرية في تصريح الأخير بأنه يجب أن يكون ارتقاء بالمؤسسة العسكرية وتطويرها وإداءها وهذا ما الحقيقة نتوقع مع هذه التأكيدات ومع تجديد رئيس الوزراء على دعم القوات المسلحة ما الذي تحتاجه اليوم القوات المسلحة؟ المؤسسة العسكرية تحتاج دائما إلى تخصيصات مالية تخصيصات المالية هي أهم شيء لبناء القدرات بالتخصيصات المالية ممكن أن نحصل على سلاح وهذا السلاح يحتاج إلى تدريب والتدريب يحتاج إلى تطوير وبناء القدرات ولذلك نحن نأمل من خلال إن شاء الله إقرار الميزانية أن تكون هناك تخصيصات مناسبة لوزارة الدفاع والمؤسسة الأمنية العسكرية الغاية من عدها هو تطوير إمكانياتنا تطوير قدراتنا دائما العلم يتطور وكذلك الأسلحة تتطور ولذلك نحن نعتقد بأننا سوف نحصل على ما يمكن الحصول عليه من أجل استمرارنا في هذا التطور هذا دائما من أسمع أن هناك مدارس عسكرية يتبعها الجيش العراقي في التسليح المدرسة الفرنسية المدرسة الأمريكية الشرقية هل هذا يعني أنكم الآن تواضبون على نفس هذا النهج بمعنى أن التسليح يكون غربي وشرقي مهم جدا أن الحقيقة تقتني نوع السلاح باقتناءك نوع السلاح ومعرفتك لنوع السلاح ممكن أن الحقيقة تبني قدرات جيشك وهذا التقدير وبناء القدرات يعتمد على اختيارك للسلاح وإمكانية حصولك بعد حصولك على هذا السلاح هل هذا السلاح سوف يؤدي الغرض الذي قدم من أجله لذلك تنوع المدارس مهم جدا تنوع السلاح مهم جدا وبالإضافة إلى ذلك معرفتك بالسلاح وإمكانيته وقدراته مهم لبناء تخطيطك المستقبل نعم سيادة اللواء في السؤال الأخير لم تقيموا حفلا مركزيا اليوم ربما بالتزامن مع بطولة كأس الخليج هل هذا يعني أنه لم تقيموا احتفالية وأن الاحتفالية قد ألغيت؟ لا الحقيقة يعني إحنا في نيتنا أن نقوم بعض الاحتفاليات وأجلت الاحتفاليات لكون كأس الخليج هذه المناسبة الرائعة والعظيمة لذلك تقديرا منك مؤسسة عسكرية أن نكون أيضا مهتمين بهذا الحدث الذي هو بالتأكيد يطمح العراق أن يكون في واجهة العالم